انا لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكننا نفتيهم بآثار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصول علم عندنا نتوارتها كابرا عن كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول الله هو قول الله عز وجل كيف هرب جديع من القلعة وتعجز الطيور عن مغادرتها لا أدري يا سيدي فأنا علي أن أقتل جديع قبل أن أقتلك نصر من الله وفتح مبين ستون قرية انقصدني أهلها في يوم واحد أين أنت يا سيد إبراهيم الإمام لترى الرضا من آل البيت يا محمد يا محمد أمرك سيدي اجمع لي كل الدعاة والمريدين السمع والطاع يا سيدي كنت أريد أن أرجع الحق لأهله جاء كسادة الأزد ووجهاء من خراسان من اليمانية ومعنا بعض وجوه ربيعة سيوفنا مشرعة مع سيفك ورماحنا تسبق رمحك وسهامنا إلى حيث تشير بإصبعك والله لن ننسى ما فعله ابن السيار بك والله نعم النصير أنتم وعن جد علي بن أبي طالب عليه السلام عليه السلام اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب السلام عليكم وعليك السلام تفضل من أين جئت يا حمزة بن حوران؟ من الكوفة يا مولاي وأحببت أن أتبارك برؤيتكم والسلام عليكم فور وصولي يا ابن رسول الله ما لك أكثرت من البكاء؟ لقد ذكرت عمي زيدا عليه السلام وما صنع به فبكيت يا مولاي مضى على ذلك وقت طويل فما الذي ذكرك به الآن؟ إن أصاب السهم جبينه وانكب عليه ابنه يحيى قائلا له أبشر يا أبتاه فإنك ترد الآن على رسول الله وعلي المفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم فأجابه وهو يصارع الموت أجل يا ابني أدعو الحداد لينزع السهم ثم أخرجوه من مدفنه تحت ساقية يجري فيها الماء وصلبوه وأحرقوه وذرت رفاته تنثرها الرياح فلعنى الله قاتله وخاذله وإلى الله جل اسمه أشكو ما نزل بنا أهل بيت نبيه بعد موته وبه نستعين على عدونا وهو خير معين هذا كتاب إلى عمر بن إبراهيم بن أبرهة بن الصباح آخر ملوك حمير اذهب إليه في الكوفة وسأله أن يوجه للقبائل نسخة من حلف اليمن وربيعة فيما كان بينهم في الجاهلية وسنجيبه في مواجهة مضرى وأنصار بن السيار هيا قد يا عبد الله أنت من خاصتي ومما نعتمد عليهم في الملمات وقد علمت ما جرى بيني وبين الكرماني أمنه على نفسه أقول له ليحضر إلي لنكلمه في بعض الأمور ولحقن الدماء ألم ترسل له قائد شرطتك فماذا كان رده حين ذهب إليه وجد محمد بن المثنى الربعي مع سبعمائة من الفرسان يحيطون ببابه ولما أبلغه برغبتي في لقائه وأعطاه الأمان على نفسه أبلغ محمد بن المثنى أن أبلغ بن السيار أن لا كرامة له عندنا وليس بيننا إلا السيف سأكلمه علىه يقيم للعممة وزنا وننهي ما بينكما من خلاف أنت والله لها يا عبد الله أنت لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا أمير المؤمنين إن العيون قد رصدوا لنا جيشا يقوده الأزدي عبد الملك بن يزيد مقبلا نحونا وكم هو عددهم؟ إنهم قالوا بين ثلاثة إلى أربعة آلاف مقاتل وأبو سلمة الخلال يمدهم بالمقاتلين تباعا فهو يلحق بهم وهو على إثرهم وكم بيننا وبين الزاب إن تحركنا بعد صلاة الفجر سنكون هناك ضحى الغد يا مولاي إنها مسيرة يوم وليلة بل سنخرج الآن يجب أن نسبق جيش الأزدي سمعا وطاعة يا مولاي يا أمي آآ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانتهى اليوم اتلوها على مسامعكم لنجدد ما فيها لأي من المقبلات بسم الله العلي الأعظم الماجد المنعم هذا ما احتلف عليه آل قحطان وربيعة الإخوان احتلفوا على السواء السواء والأواصر والإخاء محتذى رجل حذا مرح راكب واغتدى يحمله الصغار عن الكبار والأشرار عن الأخيار آخر الدهر والأبد إلى انقضاء مدة الأمد وانقراض الآباء والولد حلف يوطأ ويثب ما طلع نجم وغرب خلطوا عليه دماهم عند ملك أرضاهم خلطها بخمر وسقاهم جز من نواصيهم أشعارهم وقلم عن أناملهم أظفارهم فجمع ذلك في سر ودفنه تحت ماء غمر في جوف قعر بحر آخر الدهر لا سهو فيه ولا نسيان ولا غدر ولا خذلان بعقد موكد شديد إلى آخر الدهر الأبيد ما دعا صبي أباه وما حلب عبد في أناه تحمل عليه الحوامل وتقبل عليه القوابل ما حل بعد عام قابل عليه المحيا والممات حتى ييبس الفرات وكتب في الشهر الأصم عند ملك أخي ذمم تبع ابن ملكي كرب معدن الفضل والحسب عليهم جميعا كفل وشهد الله الأجل الذي ما شاء فعل عقله من عقل وجهله من جهل اشتركوا في القناة من أنتم وماذا تريدون؟ لقد جئنا لنكون في نصرة الإيمان الغمام أهلا بكم كلنا جنود لنصرة الرضا من آل محمد حدثنا الإمام الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني شافع يوم القيانة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا رجل نصر ذريتي ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق ورجل أحب ذريتي باللسان وبالقلب ورجل يسعى في حوائج ذريتي إذا تريد أو شرد رسول من جنيع الكراماني يحملك رسالة يا مولاي إن كنت تريد الحرب فابرز إلى خارج المدينة استدعوا لي قادة الجند في الحال ألم يصل نصر بن السيار بعد بجيشه لنصرتنا إن السيارة مشغول بقتال جديع الكرامانية مولاي أما وصلت جمهور أهل الشام والحجاز بعد؟ هم في طريقهم يا مولاي وقد وصلت بعض من طلائهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعتوني بولدي تميم يا أبا المثنى وأنت يا أبا الميلاد كلاكما من ربيعة وسادتها ومعكما ألف فارس منها عليكما ببل السيار وجنده فلا تبقوا لهم أثرات موناي لقد اخترتك لتكون على رأس ألف فارس من تميم وحين تراهم يتقدمون أتدر لهم ظهرك إلا وقد أفنيت فرسانهم وجندلت ساداتهم أحط إلي برأس الكرماني السمع والطاعة يا أبي اجمعني قادة الجند والفرسان حدثنا الإمام الصادق عليه السلام فقال من أكرم لنا مواليا فبكرامة الله تعالى بدأ ومن أهانه فلسخط الله تعرض ومن أحسن إلى شيعتنا فقد أحسن إلى أمير المؤمنين ومن أحسن إلى أمير المؤمنين فقد أحسن إلى رسول الله ومن أحسن إلى رسول الله فقد أحسن إلى الله ومن أحسن إلى الله كان معنا والله في الرفيع الأعلى تفا عني العزاب أو كنت جلدا غدا تجل الفوارس عن تميمي وما قصرت يداه عن الأعادي ولا أطحى بمنزلة اللئيم وفاء للخليفة وابتدالا لمهجته يدافع عن حريمي فمن يكسائلا عني فإني أنا الشيخ الغطنفر ذو الكليم نمتني من حزيمة باذخات بواسق ينتمين إلى صميم مبارك لكم النصر يا سيدي إنه فضل من الله والله هذا النصر لم يكن لولا سيوفكم بوركتم جميعا بوركتم بارك الله بك بارك الله بك إذن فقد خسر المعركة نصر بن السيار كما خسر ولده تميم وخسر فرسانه أجل ذلك ما حدث يا مولاي كنت آمل أن يكون هؤلاء القتل عونا لنا ونصيرا فيما نحن فيه ما بك يا سخر أحس بأن الأرض تدور بي وجسدي لا يقوى على حملي خيرا أبك مرض؟ مرض الدنيا كلها كنت أتأمل بوجوه من هم حولي ومن أمر بهم أيعقل أنهم ذاهبون إلى الموت؟ ومن أجل أي شيء أيحتاج الحق إن كان حقا لكل هذا الموت؟ ولكل هذه الدماء؟ لكأنك تعد الأسئلة من بداياتها يا صاحبي هو هذا يا أخي اللهم أني أحتجب بنور وجهك الكريم الجليل القديم الرفيع العظيم العلي الرحيم القائم بالقسط لا إله إلا أنت العزيز الحكيم وبمحمد وآله صلواتك عليه وعليهم وبأولي العزم من المرسلين صلواتك عليهم أجمعين اللهم أني أحتجب بنور وجهك الكريم الجليل القديم وببيتك المرسلين وببيتك المعمور والسبع المثاني والقرآن العظيم وبكل من يكرم عليك من جميع خلقك أجمعين لأنفس أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليه وعليهم ولأوليائهم ولجميع ما ملكتهم وتتفضل به عليهم ولأنفسنا ولجميع ما ملكتنا وتتفضل به علينا من شرور جميع ما قضيت وقدرت وخلقت ومن شرور جميع ما تقضي وتقدر وتخلق ما أحييتنا وبعد وفاتنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله ربنا الله ربنا من فوقهم ومن فوقنا إن الله تعالى هو الملجأ العزيز للنبيين والمتقين فمن اعتصم به كفاه ما أهمه وخاف منه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الخاتم النبي آمين 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 حدثنا الإمام الصادق جعفر بن محمد قال صبروا النفس على البلاء في الدنيا فإن تتابع البلاء فيها والشدة في طاعة الله وولايته وولاية من أمر بولايته خير عقبة عند الله في الآخرة حدثنا الإمام الصادق جعفر بن محمد قال إياكم أن يبغي بعضكم على بعض فإنها ليست من خصال الصالحين فإنه من بغى صير الله بغيه على نفسه وصارت نصرة الله لمن بغي عليه حدثنا الإمام الصادق جعفر بن محمد قال ليعن بعضكم بعضا فإن أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن معونة المسلم خيرا وأعظم أجرا من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام ترجمة نانسي قنقر أراك انسحبت وحيدا والجيش تقابلت والسيوف قد شرعت يا صخر قلت لكم هذه الحرب ليست حربي والأسلم أنا أعود لأهل بيتي وألتحق بالإمام الصادق فليس في هذه الدنيا من يماثله فهو إمام الأمة في الدين والدنيا أقول يا أخي فلنتخلص الآن من هؤلاء الظلمة وبعدها نتفرغ للسؤال من هم أصحاب الحق الحق والحقيقة واضحتان لا لبس فيهما وبنت الآن أراه واضحا جليا أكثر من الوضوح الذي أراكم به ومن ثم ما نفع السؤال بعد كل هذه الدماء ونحن ما نفعل وأنت من جاء بنا ونذرنا أرواحنا لأجل الرضا من آل محمد والتخلص من هؤلاء الطغاة الريضا من آل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تخدموا الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وماذا إذا كان الإمام إبراهيم أو غيره من آل محمد لا يا أخي لا إنما آل محمد أم علي وفاطمة والحسن والحسين دون بقية الناس كلهم فإذا قالوا الرضا من آل محمد فإنهم يقصدون ذريتهم وهو الإمام محمد بن علي الباقر وأما وقد مات فابنه جعفر بن محمد الصادق هو إمام الأم لقد روى العلماء أن العباس ممن شمله قول النبي بأنه من آل محمد كلا يا أخي فالنبي بيّن لهم أسماء آل محمد ولم يقبل بدخول زوجاته ولا غيرهن جمع علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام تحت الكساء وقال اللهم هؤلاء أهلي وعترة أهل بيتي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة مانع 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 يا صديقي كانت شهادة بالمصير لقد أبقلت عاياتي المرة السائل ألم أقول لكم بأننا خدعنا بأن الدماء التي سالت ذهبت بلا جدوى في الدنيا وبلا مثوبة في الآخرة كيف ذلك وقد جئنا لمحاربة الظلم والظالمين أليس هذا جهادا في سبيل الله؟ بل هي نصرة ظالم على ظالم وجهاد في سبيل بني العباس سارقي ثورة الهشمية ومن مات مات في سبيل الدنيا وليس في سبيل الآخرة لكأني أسمع غير صخر الأمس وغير ما سمعت منه قبل وإلا ما كنت هنا ولا جئت ناذر الروحي ودمي لنصرة الرضا من أل محمد لقد انتقلت الإمامة إلى العباسين بالخدعة فحين كان أبو هشام عبد الله بن محمد بن الحنفية في الطريق إلى مكة وصل إلى مقربة من الحميمة قرب العقبة فأدركه المرض وشعر بدنو الأجل فأدركه المرض وشعر بدنو الأجل لو أعرف فأدركه المرض وصهم جزاء بقابة من أبل قبل العباسين أطول على دونه علي بن عبد الله بن عباس فقد عياني السفر لعلنا نرتاح قليلا في ديارهم وبعدها نتابع السفر إن بقي في الحياة بقية وهل توفي ابن الحنفية في الحميمة؟ أجل وافته المنية هناك ودفنه علي بن عبد الله العباس ولكنه قبل موته أسر لعبد الله بسر غير مجرى التورة وحرفها عن أهدافها فسرقت من أصحابها الحقيقي وكيف ذلك؟ إن كان في نفسك ما توصني به يا شيخ بني هاشم فأوصني إني كاتم لسرك عامل بوصيتك إني مؤتمينك على سر خطير وأمر قد يضيق به صدرك فيصعب عليك القيام به فثورة الهاشميين يجب أن لا تنتهي بموته اكتب ما أملي عليك أسماء قادتها وأماكنهم والداعين إليها ومناصريها فأرسلوا إليهم وتواصلوا معهم وتابعوا ما كنا قد بدأنا به وكيف يفرط ابن الحنفية بالإمامة لغيره من بن عباس؟ لم يكن أبو هشام عبد الله بن محمد بن الحنفية إماما بل كان قائد ثورة وخاف عليها أن تتوقف بموته فأبلغ بها لمن يتابعها بعده فعملوا عليها فتهلكوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله عليهم صلوات الله وردوانه أجمعين شكرا